أقمت مصر معسكرا ثانيا للنازحين الفلسطينيين في خان يونس جنوبي قطاع غزة بساعة أربعمائة خيمة وأربعة ألاف شخص وذلك في إطار سعي القاهرة للتخفيف عن الفلسطينيين وتم تزويد المعسكر بالكهرباء ودورات المياه ومن المقرر أن يعقب ذلك إقامة مستشفى ميداني بمدينة رفح الفلسطينية ومعسكر آخر شمال دير البلح وذلك بنهاية الأسبوع الجاري ترجمة نانسي قنقر